في ردود الفعل الشعبية تظاهر مواطنون في تعز تعبيرا عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما لصمودهما في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي ونددت الوقفة بجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين كما استنكر المشاركون في الوقفة استمرار العدوان ضد الشعب اللبناني وأكد المتظاهرون في تعز أن استشهاد يحي السنوار لن يضعف المقاومة بل سيزيدها قوة رسالتنا إلى الشعب الفلسطيني رسالتنا إلى أرض الرباط رسالتنا إلى إخواننا في غزة المضطهدين المظلومين المستعمرين من قبل أعتى استعمار عرفه التاريخ إلى الآن نقول لهم بأن الحرية ثمنها الدماء وأن الدماء الذي تسيل الدماء الذي تساقط القادة الذين يتساقطون إنما هم الوقود الحقيقي لهذه الثورة ولهذه الثورات ولا يمكن أن تتحرر الشعوب وتتحرر الإرادات وتتحرر الأراضي والأوطان وتتحرر التاريخ تاريخ الأمة من هذا الظل إلا بهذه التضحيات وهذه الدماء ودماء الشهداء والقادة هي لعنة في جبين أولئك المتخاذرين والمتآمرين والذين ينظرون إلى ما يحدث ولا يحرك به ساكنا مات الضمائرهم وذلك لا يستحقون إلا أن يلعنهم التاريخ وسيلعنوا التاريخ كل متخاذل وكل متآمر على هذه الأوطان الضعيفة المظلومة تتواصل الوقفات التضامنية في محافظة مأرب دعما لغزة وتنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي عليها وندد المشاركون في الوقفة بصمت المجتمع الدولي إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان مطالبين بإسناد عربي ودولي للقطاع وإدخال المساعدات والعمل على وقف إسرائيل بمختلف الوسائل الممكنة وَلَا يَخْشَ وَلَا لَحْنَا